السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعزائي المشاهدين ومتابعين ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء الجديد الذي سأستعرض فيه خبرا عاجلا يقول صنعاء تستهدف سفينة دين مركية وأمريكا تقر بالفشل في البحر الأحمر وإلى التفاصيل أقرت الولايات المتحدة الأمريكية بفشلها في تأمين عبور استفن في البحر الأحمر وحمايتها من صواريخ البحرية اليمنية وقالت القيادة في الوسطى الأمريكية إن الهجمات اليمنية على السفن المستهدفة لا تزال مستمرة رغم تشكيل تحارف بري لردعها جاء ذلك بعد ساعات على استهداف سنعاء سفينة شحن دين مركية كانت متجهة لكيان الاحتلال الإسرائيلي بصواريخ بحرية ما أدى لتدوير مقدمة السفينة وعدم قدرة البحرية الأمريكية حماية السفينة في السياق قال وزير اتفاع الأمريكي أنه أجرى خلال الساعات الماضية اتصالات بنظرائه في عدة دول غربية منها هولندا وبريطانيا من أجل حثهم على المشاركة في التحالف البحري وقال أستين إن تدورات في البحر الأحمر مشكلة دولية ويتطلب الأمر ردا دوليا وهو ما يعني إقرارا أمريكيا بعجل بلاده في تأمين عبور السفون إلى إسرائيل طبعا محاولة أمريكا تشكيل تحالف لحماية ما تدعيه بالحماية التولية في البحر الأحمر مجرد أكذوبه لأنه ما بيش تعرض أو تقطع للملاحة التولية في البحر الأحمر الاستهداف بيتم على الصفنة الإسرائيلية فقط والصفنة المرتبطة بإمكان الإسرائيلي فقط غيرها ما بيش وهذا ما لم يفهمه الأمريكيون والإسرائيليون وأمريكا ليست بيديها أن تفعل شيئا لردع المقوات المسلحة اليمنية عن السيدر الصفنة الإسرائيلية لا يمكن أنها تقوم بأي شيء لأنه الأوضاع ليست في صالحها أشكركم على حسن المتابعة الإصلاة ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات وهذه خالص تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا